أزيد من 60 عارضاً مشاركاً في فعاليات المعرض الجهوي للصناعة التقليدية الذي تنظمه غرفة الصناعة التقليدية بجهة العيون الصقي الحمراء من السادس حتى 11 من يونيو الجاري بمنصة المعارض بالعيون تحت شعار الصناعة التقليدية المحلية رافعة للاقتصاد الجهوي والوطنية الهدف هو الرفع من نسبة المبيعات دي الصناعة التقليديين والتعاونيات في فضاء جد ملائم للعرض والتسويق وكذلك الهدف الرئيسي هو تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية دي الفعاليات قطاع الصناعة التقليدية بجهة هي فرصة تمنح العارضين المنحدرين من أقاليم العيون والسمارة وبجدور وترفاية فضاء ملائماً لتسويق منتجاتهم وتقريب مهن الصناعة التقليدية من الساكنة هذا المعرض كان صراحة عنده صغيرة خاصة لأنه في هذا الفضاء وفي هذه المنصة المعارض التي فتحت أول المعرض لنا فيها لأنه صراحة قابلة للتنظيمات لأي تظاهرة وكذلك المرافق كلها الضرورية فيها وهذا الذي جعلنا اليوم أعطي أكثر لهذا المعرض الصناعة التقليديون بالجهة يغتنمون هذا المعرض لإبراز إبداعاتهم ومهاراتهم وتسليط الضوء على منتجاتهم التقليدية التي تشهد على غنى وتنوع الهوية الثقافية المغربية ترجمة نانسي قنقر